أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعد ونكفر ببعد ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بدلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميتاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعتوا في السبت وأخذنا منهم ميتاقا غليدا فبما نقدهم ميتاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المصيح عيس بن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبع لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الذن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا عكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبذلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤطون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحي والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وعيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قسسناهم عليك من قبل ورسلا لم نقسسهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنددين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله قد تلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وذلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفدل ويهديهم إليه سراطا مستقيما فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفدل ويهديهم إليه سراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يدتها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان من ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فلذكر مثل حث الأنسيين يبين الله لكم أن تدلوه والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يعكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين وإن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وردوانا وإذا أحللتم فاستادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب عرمت عليكم الميتة والدم ولحم القنزير عرمت عليكم الميتة والدم ولحم القنزير وما أهل لغير الله به والمنخنئة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وماتوا بحال النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلك فسق اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوني فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسق غير متجانب لذ فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصدين غير مستافحين ولا متخذي أختان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآقرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتهروه وإن كنتم مرضاء وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائد يا ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميتاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات السدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُوَدَاءَ بِالْقِسْدِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عديم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك صحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لين قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قردا حسنا لا أكفرن عنكم لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقدهم ميتاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيا يحرفون الكلم عن موادعه ونصوحا ضم مما ذكروا به ولا تزال تتلع على قائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واسبح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميتاقهم فنصوحا ضم مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع ردوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى أسرات مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم أتحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنطلبوا خاصرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمت عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا أتأسعى للقوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسد يدي إليك لأقتلك إني أقاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين أبعث الله قرابا يبحث في الأرض لريه كيف ياري زوء تاخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب بواري زوء تاخيه فأصبح من الناظمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله رسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم خسي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقتلوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمن اتقوا الله وابتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفرحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارئ والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تقوم من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوب يحرفون الكلمة من بعد مواتعه يقولون إن أوتيتم هذا فاقطوه وإن لم قتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن طهر قلوبهم لهم في الدنيا قسي ولهم في الآخرة عذاب عدين أولئك الذين لم يرد الله أن طهر قلوبهم لهم في الدنيا قسي ولهم في الآخرة عذاب عدين سماعون للكذب يكادون للسحد فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يترك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقس إن الله يحب المقسدين وكيف يعكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تقشوني الناس وقشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والدروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعيدة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسكون فأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيبنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعي أهواءهم عما جاءك من الحق لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا القيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعي أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يسيبهم ببعث ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفعكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعدهم أولياء بعد ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا تائر فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيسبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين مسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبثت عمالهم وأصبحوا قاصرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله لقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يقابون لهم تلائم ذلك فضل الله أتيه من يشاء والله وانصح عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله رسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم القالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مطوبة عند الله ما لعنه الله وغتب عليه وجعل منهم القردة والقناصير وعبدت وأقود أولئك شر مكانا وأدلوا عن سواء السبيل فإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به فالله أعلم بما كانوا يكون وترى كثيرا منهم الصالحون في الإثن والعذوان وأكلهم الصعد لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهىهم الربان الدون والأحبار عن قولهم الإثن وأكلهم الصعد لبئس ما كانوا يسمعون وقالت اليهودية الله مغلولا قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوتتان ينفق كيف يشاء ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تضيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أدفأه الله يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب ياما واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات معين ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعزمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من ربك تغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هاتوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميتاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم بسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كتبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كسير منهم والله بسير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم فقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي ربكم إنه من يسك الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثا فما من إله إلا إله واحد فإن لم يمتهوا عما يقولون لا مصن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يكبكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفعه والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تقلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد دلوا من قبل وأدلوا كثيرا ودلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولوا الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي العذاب خالدون ولو كانوا يقمنون بالله والنبي وما أرزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوه ولتجدن أقربهم موادة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم استيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فدق الله العديم